بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة على أشهر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم موضوع مهم جدا النظر المالية والاقتصادية لعام 2020 تأثير فيروس الكورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الكويتي طبعا كبداية لازم نشرح الوضع الاقتصادي لعام 2019 ومن ثم راح نناقش الظاهرتين الاقتصاديتين اللي نواجهها اليوم اللي هما الصدمة للعرض وصدمة الطلب وبعدين راح ناخذ انستنتاجات أو نتكلم في الانستنتاجات مع الوضع أو التأثير على الاقتصاد الكويتي أولا الاقتصاد في عام 2019 في 2019 طبعا بدنا في المناقشات أو الأخبار حول التباطئ الاقتصادي اللي صاير في الاقتصاد العالمي والتباطئ في أو التدهور في الاقتصاد والتباطئ التجاري خاصة بين أمريكا والصين وكان بعض المحللون متوقعين هبوط أو ركود اقتصادي في 2019 و2020 وطبعا المخاوف أنا وركز على المخاوف هذه على مشاكل السيولة في أسواق المال والبنك الدولي حضر من زيادة كمية الديون في هذا العام أو في عام 2019 وكيف سيؤثر أو ممكن يؤثر على أداء الاقتصاد في 2020 فكبداية احنا نهينا عام 2019 في تباطئ اقتصادي وليست في قوة أو مكان غوي اقتصاديا كما نلاحظ على الرسم البياني أن هذا أداء الاقتصاد للبلدان الرئيسية أو الاقتصادات الرئيسية في 2019 مقارنة في العام السابق وكما نلاحظ جميع الاقتصادات شاهدت تباطئ في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي أو اللي قبله وكذلك لما نلاحظ الصادرات لأكبر الدول المصدر للعالم جميعها حتى الصين كانت في تباطئ واليابان في تباطئ شديد فهذا الدليل على أن التبادل التجاري في 2019 كان في هبوط وكانت لجميع الدول المصدرة وليست دولة أو دولتين فقط هذا المؤشر مؤشر اللي يسمونها البي اماي للصناعات مؤشر للصناعات هذا إذا كان المؤشر أكثر من الخمسين معناته أن الصناعات في هذه الدولة في صعود أو في ارتفاع إذا كان أقل من خمسين على المؤشر معناته أن الصناعات فيه نزول أو هبوط وكما نلاحظ جميع الدول شاهدت هبوط في قطاع الصناعات ويعني بغض النظر إذا نلاحظ الصين وامريكا كانت الدولتين الوحيدة اللي شبنا فيها ارتفاع نسبيا في قطاع الصناعات وعلى كل القطاع الصناعي كان فيه هبوط في العام الماضي وبشكل أوضح إذا نلاحظ ألمانيا على سبيل المثال ألمانيا في سنة 2019 كانت فيه هبوط حاد خاصة في القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي كان فيه هبوطه كان يقترب إلى الصفر فالاقتصاد الألماني واقتصادات أخرى في أوروبا كانت فيه مكان يعني انتهت 2019 في مكان ضعيف جدا بغض النظر على الأخبار السلبية اللي سمعناها العام الماضي مع الأداء السلبي لكثير من الاقتصادات الشي الغريب أن نلاحظ أن أسواق الأسهم كانت فيه شكل ارتفاع رهيب درجات قياسية على سبيل المثال إذا نلاحظ مؤشر الفوتسي في بريطانيا وصل إلى أرقام قياسية بغض النظر على اللي حصل فيه عام 2016 اللي هو الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع هذا التصويت كان كثير من الاقتصاديون متوقعين أن أسواق المال البريطانية ستنهار الاقتصاد سيكون في مرحلة ركود وبالعكس ما شاهدنا هذا شفنا العكس الأسواق المالية في بريطانيا اليوم أو نهاية 2019 وصلت إلى رقام قياسية وكذلك إذا نلاحظ السوق المال الألماني رغم قياسي سوق المال الياباني كذلك رغم قياسي وسوق المال الأمريكي همًا رغم قياسي والشريحة الأخيرة هذه توضح أداء أسواق المال في الصين طبعا هذا مؤشر الشانهاي كان ارتفاعا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة لازم نركز على الواقع اللي حاصل اليوم دخلت أسواق المال 2020 مع تجاهل البيانات الاقتصادية المتداهورة لم يتسبب الفيروس في الفقاعة المالية بل برزها فقط فكانت الفقاعة المالية والاقتصادية موجودة قبل 2020 ولكن لما أتى هذا الفيروس فقع هذا الفقاعة في الاقتصاد العالمي وهذا اللي حاصل اليوم واليوم نواجه ظاهرتين اقتصاديتين في وقت واحد لم نواجهها في حياتنا الظاهرة الأولى الصدمة العرض والظاهرة الثانية الصدمة الطلب أولا لازم أعرفكم بيها صدمة العرض هي حدث يؤدي فجأة إلى زيادة أو نقصان في المعروض من السلع أو الخدمات بشكل عام يؤثر هذا تغيير المفاجئ على سعر التوازن لسرع أو الخدمة أو مستوى السعر العام للاقتصاد هذه صدمة العرض صدمة الطلب صدمة الطلب هي حدث مفاجئ يزيد أو ينقص الطلب على السلع أو الخدمات بشكل مؤقت تزيد صدمة الطلب الإيجابية من إجمال الطلب والتقلل الصدمة السلبية من إجمال الطلب أولا لازم نبدأ في صدمة العرض أو هذه اللي أنا أسميه بداية انتشار فيروس الكورونا في الصين أو اللي المسمى الوباء هذا بداية الوباء بداية الوباء بالصين هذا اللي سبب أزمة أو صدمة الطلب حالة الاقتصاد في الصين في بداية 2020 طبعا إذا نرجع ونلاحظ أداها الاقتصاد الصيني خلال الأعوام السابقة الصين كانت في تباطئ اقتصادي مستمر من سنة 2010 إذا نلاحظ على هذا القراخ كان النمو الاقتصادي الصيني في تباطئ مع نفس الوقت كانت نسبة الديون في الاقتصاد الصيني مرتفعة جدا إلى الرقام القياسية فالنزول النمو الاقتصادي مع ارتفاع الديون هذا طبعا يؤدي إلى الضغط على الاقتصاد الصيني وهذا اللي نلاحظها في بداية هذا العام ومع ذلك نرى أيضا أن التبادل التجاري الصيني كان في تباطئ من بداية أو من نهاية قصة 2018 طبعا هذا الحرب التجارية بين أمريكا والصين أدى إلى أو ساعد إلى تسارع في التباطئ في التبادل التجاري الصيني كما نلاحظ على هذا الرسم البياني كذلك إذا أوضح الوضع الاقتصاد الصيني كما كان فيه في تباطئ إذا نلاحظ أن الصين أصبحت اليوم ثانية أكبر الاقتصاد في العالم وأكبر سوق لسيارات في العالم ومع ذلك حسب تغرير بلومبرغ النمو في مبيعات السيارات كان فيه هبوط في الصين عامين على التوالي وكانوا متوقعين قبل 2020 أن العام هذا سيكون أيضا عاما سلبيا لمبيعات السيارات في الصين هذا دليل على انكماش أو انخفاض المبيعات السيارات أو ضعف الاقتصاد الصيني المحلي في نهاية عام 2020 في نفس الوقت أيضا نرى أن نسبة التضخم في الصين وصل إلى أعلى مستوى من ثمان سنوات ما هو السبب؟ السبب الأساسي هو أن في 2019 كان الخنازير منتشر جدا في المزارع الصينية وطبعا الصين أكبر منتج الخنازير في العالم وأكبر مستهلك في العالم فمع انخفاض إنتاج لحم الخنزير أكثر من 41% سنة 2019 هذا أدى إذا تضخم في أسعار اللحوم وخاصة الخنازير مثل ما نلاحظ أن مستوى التضخم أو السعر في لحم الخنزير ضعف في 2019 مع زيادة اللحوم الثانية بدرجة إلى أن في الصين أدى إلى الناس يتجهون نحو أكل لحم الكلاب ولحم الأرانب بدلا من لحم الخنازير وحالة ثانية تؤشر وتبين على ضعف الاقتصاد الصيني في العام السابق في مايو 2019 انهار أول بنك بالصين من التسعينيات أول بنك انهار وطبعا اضطرت الحكومة الصينية إنقاذ هذا البنك ومع ذلك نرى في يوليو نفس العام 2019 انهيار بنك ثاني وفي نوفمبر انهيار بنك ثالث فبدأت البنوك الصينية في الانهيار بسبب نسبة الديون المرتفعة والنزول أو الهبوط في النمو الاتصادي وكذلك أصدرت S&P Global هي شركة تصنيف بأن هذا الإنقاذ من الحكومة الصينية ليست مفاجئة لأن البنوك الصينية وفي آلاف البنوك الصينية في وضع ضعيف هذا اليوم فما هو التأثير الفوري على الاقتصاد الصيني بسبب انتشار هذا الفيروس طبعا التأثير الفوري تجمد للاقتصاد الصيني وهذا اللي شايفين اليوم هذه البيانات توضح مدى حركة المواصلات في الصين هذه المواصلات كشكل عام الأخضر يبين لك العام 2019 مقارنة في 2020 شهر يناير مع شهر فبراير وكما نلاحظ أنه في هبوط حاد تتجه نحو الصفر من ناحية عدد المسافرين في الشوارع في سكك الحديدية في طيران المدني والبيانة الثانية يوضح على السكك الحديدية فقط وهذا يوضح لطيران المدني كما تلاحظون أنه في تجمد تام للحركة في الصين في شهر يناير وفبراير وأخيرا هذا طبعا زحام الشوارع في الصين كما نرى الخط الأحمر هذا سنة 2020 في طباط أحد في الحركة في الصين هذا تجمد كامل والتأثير الفولي كذلك نلاحظ أن بعض البيانات أو كثير من البيانات في الاقتصاد الصيني ما هي متوفرة اليوم ولكن المؤشر هذا كان موجود هذا مؤشر اللي هو التصنيع أو البي اماي مع مؤشر الطلب الجديد هذا طبعا يبين مدى تأثير الفيروس على القطاع الصناعي في الصين وكما نلاحظ المؤشر انهار تماما في شهر يناير وفبراير ووصل إلى أدنى مستوى في تاريخ هذا المؤشر هذا دليل واضح على تجمد الاقتصاد الصيني خلال يناير وفبراير في بنك جولبان ساكس أصدر تقرير على تأثير فيروس الكورونا على الاقتصاد الصيني واليوم توقعات جولبان ساكس أن النمو في الاقتصاد الصيني سيصل إلى الصفر أو ما تحت الصفر تحت الصفر طبعا يعني انكماش أو ركود اقتصادي آخر ركود اقتصادي في الصين كان في 1974 فانهيار أو هبوط الصين إلى مرحلة ركود هذه ستؤدي برأيي إلى أزمة مالية في الصين نفسها ما هو الضرر الواضح اليوم؟ طبعا الضرر اللي نتكلم عنه وكيف يتأثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الكويتي اللي هو انقطاع سلاسل التوريد في الصين اللي يسمونها السلاسل هذه اليوم منقطعة وفي تصريح أخبار وكذا تصريح من الأخبار 94% من أكبر ألف شركة في أمريكا تعاني اليوم من انقطاع سلاسل التوريد في الصين ملايين من الشركات في الصين على وشك الأفلاس مصانع سيارات في جميع دول العالم وخاصة في الدول الأوروبية وأمريكا تعاني اليوم من نقص القطع ويضطرون اليوم إلى إغفال مصانعهم بسبب عدم وجود القطع من الصين وكذلك شركات التكنولوجيا مثل أبل شركاتها أو مصانع أكثر مصانعها في الصين عن طريق شركة اسمها فوكس كون فوكس كون اضطرت إغفال مصانعها خلال فترة معينة واليوم يعانون من عدم وجود الكفاءة أو الأيد العاملة لفتح المصانع مرة أخرى أو الوصول إلى كفاءة عالية كما كانت في السابق وكذلك نرى مصانع في أمريكا مصانع في أوروبا مثل شركة إيرباس إيريكسون سيمينس كل هذه الشركات التي كانت سابقا يعني تأخذ أو تشري كثير من قطعها من الصين الآن تجد أن قطع هذه لا ما هي موجودة وفي تصريح آخر أو تقرير آخر وهذا من مجلس العلاقات الخارجية اللي هو مؤسسة أمريكية تتركز في البحوث السياسية والبحوث الاقتصادية تصريح هذا كان من أغسطس 2019 وكان يحذرون من اعتماد أمريكا على الأدوية من الصين وملخص التقرير أن 97% من جميع المضادات الحوية التي تباع في الولايات المتحدة تأتي من الصين 8% من المكونات النشطة المستخدمة عالميا لتصنيع الأدوية تأتي من الصين ثاني أكبر مصنع للأدوية في العالم اللي هو الهند كذلك معتمدة على 75% من المواد النشطة من الصين فهذا مدى الاعتماد الدول العالم على الصين في كثير من قطاعات وهذا المثال يبين قطاع الأدوية والآن نأتي إلى صدمة الطلب صدمة الطلب معناته أن تفشي أو انتشار البيروس عالميا وهذا اللي نسميه بالجائحة صدمة الأرض هذا تأثير البيروس من الصين على الاقتصاد العالمي واليوم صدنا في موقع أو مكان حرج اللي هو صدمة الطلب صدمة الطلب سببها أن جميع الدول أو كثير من الدول في العالم اليوم مضطرة إلى أن تطبق الإجراءات الصارمة اللي طبقتها أو اتغذت الصين لخفض انتشار الفيروس في دولة وهذا معناته إقفال أو تجمد في الاقتصاد والآن نرى هذا في كثير من الدول الأوروبية إيطاليا على سبيل المثال الوباء منتشر في شكل عالي جدا والاقتصاد الإيطالي اليوم متجمد في أسبانيا كذلك الاقتصاد متجمد في أمريكا بدأ الاقتصاد في عملية إقفال أو تجميد الصفر والسياحة والمطارات مقفلة وحتى بعض الدول الأوروبية لأول مرة من تأسيس الاتحاد الأوروبي اضطرت إلى إقفال حدودها هذا دليل على مدى خوفهم على انتشار الوباء أو الجائحة في دولهم كيف انتشر هذا الوباء وكيف سيؤثر على الاقتصاد العالمي كما ترون في الرسم البياني هذا جميع الدول اللي فيها اللي منتشر فيها الجائحة اليوم ستبدأ في التجمد أو الانخفاض شديد في اقتصاداتها وكما نرى أن معظم الاقتصادات العالم معظم الدول الآسيوية معظم الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية مضطرين إلى تجمد اقتصاداتهم للحرص على الأزمة الصحية اللي يواجهونها اليوم وكما تقول هذه المجلة الاقتصاد العالمي مقفل وهذا اللي يوضح المسألة أو الأزمة اللي نواجهها اليوم طبعاً جولدمن ساكس أيضاً في تقريرهم أصروا هذا الرسم على البياني على مدى تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي بسبب صدمة العرض وصدمة الطلب ومتوقعين كحد متوسط أن الاقتصاد العالمي نموه سيكون صفر وفي الأخص أنا أتوقع أن هذا النمو يمكن إيجابي نسبياً فأنا أتوقع أن نرى انكماش في الاقتصاد العالمي وسنرى أول كساد في الاقتصاد العالمي من سنة 2008 ومع التجمد الاقتصاد العالمي تحاول اليوم الصين في التعافى من التجمد الاقتصادي في الأشهر السابقة ولكن في فبراير هذا العام أصرت الصين تغرير لفتح مصانعها وفتح شركاتها هذا كان في فبراير هذا العام وفي 12 مارس هذا العام أظهر استطلاع صادر عن محهد إدارة التوريد مدى تأثير فيروس الكورونا على سلاسل التوريد في الصين تشمل الأثار ما يلي أبلغت شركات التصنيع في الصين عن قدرة تشغيلية تبلغ فقط 50% مع 56% فقط من الموظفين تعاني 48% من هذه الشركات من تأخيرات في النقل البضاعة داخل الصين وأخيرا أبلغت 46% من هذه الشركات عن تأخيرات في تحميل البضاعة في الموانسة الصينية فمع هذا حتى إذا حاول تصين في بدء أو تشغيل مصانعها واقتصادها مرة أخرى تواجه اليوم صعوبة إلى الرجوع كما كان سابقا ومع ذلك في نفس الوقت سترى صعوبة في الطلب لبضايعها بسبب إقفال أو تجمد الاقتصاد العالمي ولذلك نرى الانهيار في أسواق المال اليوم هذا طبعا إذا نلاحظ أداء أسواق الأسهم عالميا وصلت إلى مراحل مستويات ما شفناها من ثلاثة أو أربع سنوات فالانهيار هذا واضح والسبب هو أخيرا فتحت عيونها أسواق المال على المشاكل التي نواجهها بالنسبة للعرض والطلب وإذا نلاحظ أداء أسواق العملات الرئيسية نرى ارتفاع حاد في اليان الياباني والدولار الأمريكي بسبب المخاوف من العملات الأخرى ومن سلع والأسهم الأخرى والوصول الأخرى في الدولة الثانية فجميع المستمرين اليوم يتجهون نحن الأمان وإذا نقارنها مع الإسراليني وحتى نسبيا مع العملات الأخرى مثل الوان الصيني نرى نزول نسبيا مقابل الدولار واليان وهذا سيستمر برأيي مع ارتفاع المخاوف وهبوط الاقتصاد العالمي والتوجه نحو الركود إذا نأتي إلى أسعار النقط أولا ما الذي يدفع سعر النقط هل هو العوامل جيو سياسية أو عوامل اقتصادية نحن كنا نسمع كثيرا من عوامل جيو سياسية تؤثر على أسعار النقط ولكن كما نرى أن العوامل الاقتصادية لا تأثير أكبر على أسعار النقط فهذه عوامل جيو سياسية كما نلاحظ في الرسم البياني في فبراير 2019 كان في عملية إرهابية على ناقلات النفط في الخليج هذا تأثير على أسعار النفط وكذلك في شهر مايو هم من عمليات إرهابية على ناقلات النفط في الخليج ارتفاع نسبيا فقط الاتفاع الحاد هذا العمليات الإرهابية على أرامكو في السعودية طبعا ارتفع في شكل حال ثم هبط مرة أخرى وأخيرا هذه عمليات اعتقال سليماني في العراق في يناير هذا العام جميع العوامل الجيو سياسية هذه تأثيرها بسيط على اتجاه سعر النفط ولكن إذا نلاحظ العوامل الاقتصادية في عام 2019 كنا نتحدث عن التباطئ الاقتصادي والهبوط الطلب على النفط أو نزول طلب النفط من الصين وأوروبا وإلى آخره هذا أدى إلى الهبوط في سعر النفط في العام الماضي ولكن اليوم نرى هبوط حاد أو انهيار في سعر النفط بسبب الصدمة المفاجئة لسوق النفط اللي هو مليونين برميل من يوم انخفاض الطلب من الصين واليوم نرى كذلك انخفاض الطلب المتوقع من الدول الأخرى مع تجميد الاقتصاد العالمي إذا ناخذ صورة على المدى الطويل لأسعار النفط كما نلاحظ في الرسم البياني من سنة 2005 نرى ارتفاع حاد في أسعار النفط في 2008 ثم الانهيار والاندعاش مرة أخرى أسعار النفط تتجه في النحو هذا كما نرى على الرسم البياني المربع هذا يوضح الرسم البياني من الشريحة الأخيرة هذا اللي يبين آخر سنة ونص تقريبا من أداء سعر النفط فما هو الاتجاه اللي نراه اليوم لأسعار النفط طبعا عندنا مثل ما ذكرت صدمة العرض وصدمة الطلب لم نراها في حياتنا وهذه الصدمة ستؤدي إلى انخفاض حاد في النمو الاقتصادي والطلب على النفط لعدة سنوات وليس سنة واحدة فقط فهذا رأيي أننا راح نلاحظ الأداء أسعار النفط في هذا الاتجاه لم نرى ارتفاع حاد في أسعار النفط في أي وقت قريب ولازم ناخذ هذا بالاعتبار في استثماراتنا وفي ميزانيات الدولة إلى آخره أخيرا الاستنتاجات أحنا نتكلم دائما على التنوع الاقتصادي وأهمية التنوع الاقتصادي في دولة الكويت وكذلك نسمع في دول الخليج الأخرى كما نلاحظ على هذا الرسم البياني هذا يبين أداء الاقتصادات في دول الخليج من سنة 2012 وكما نرى أن جميع الاقتصادات بغض النظر على التنوع الاقتصادي أداها مشابهة نسبيا وهذا الأداء السبب الأساسي أن جميع الاقتصادات في دول الخليج واعتمد كدخل أساسي على النفط واليوم إذا نرى انهيار في أسعار النفط سنرى ضغط على النمو الاقتصادي في هذه الدول وهذا الرسم البياني من صندوق النقط الدولي أو الـ IMF يبين سعر النفط المتاح لتوازن ميزانية كل دولة في دول الخليج وكما نرى أن جميع الدول والخط الأحمر هذا يبين سعر النفط اليوم كما نلاحظ أن جميع الدول الخليج ستضطر إلى الاقتراض مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة لتلبية احتياجات ميزانيتها وهذا الواقع الاسنتاجات الأخرى كان العديد من الاقتصاديين متفائلين بأن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى في النصف الثاني من العام ومع ذلك بناء على ما نراه اليوم يجب أن نكون واقعيين الاقتصاد العالمي في حالة تجمد أفضل سيناريو هو أن الاقتصاد العالمي يدخل في حالة ركود لعام 2020 ويبدأ في التعافي في عام 2021 أسوأ سيناريو طبعاً هو أن هذا سيكون ركوداً طويلاً سيستمر أكثر من عام 1 والله أعلم هذا إذا جانب انخفاض أسعار النفط القياسية يعني أن عام 2020 سيكون عاماً صعباً للغاية بالنسبة للكويت يمكن الحكومة أن تقلل من حدة هذا الركود من خلال الاستمرار في تنفيذ خطة الرؤية المستقبلية لعام 2035 وإطلاق العديد من برامج الدعم الاقتصادي لتنشيط القطاع الخاص تتخذ الحكومة الخطوات الصحيحة لإدارة هذه الأزمة الصحية على الرغم منها تعني أن الاقتصاد سوف يتأثر ومع ذلك فإن البلاد في وضع مالي قوي لتكون قادرة على الصمود في وجه هذه التحديات يمكن العثور على أفضل فرص الاتثمار خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والركود وختاماً نسأل الله أن يعافي الجميع ويشفي المرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة